إذن من بعد ما تعرفنا على معنى سكايدرايف والهدف المستعماله غدينشوفوا مراحل فتح حساب عند ميكروسوفت إذا كان عندكم حساب سكايدرايف يمكن لكم تمر مباشرة للشريط المقبل وإذا كان عندكم حساب هوتمايل ولا لايف خاصكم تعرفوا بلي هاد الخدمات ما غايبقاش لأن ميكروسوفت غدتحتفظ فقط بخدمات الأوتلوك إذن إذا عندكم حساب هوتمايل ولا لايف ملي تفتحوه غدتلقوا رابط اللي من خلاله غدتحولوا الحساب ديالكم الحساب أوتلوك بالنسبة للي أول مرة غايح للحساب عند ميكروسوفت فالعملية السهلة هنا في اليوريل ديال نافيغاتور ديالنا نكتبو Outlook.com نضغطو على زر الدخول وبعض لحظات كنشوفو هاد الصفحة نضغطو على الرابط Create a account maintenant هاد الرابط كي يدينا لهاد الصفحة ولي على شكل استمارة اللي واجب علينا نملؤ مختلف الخانات ديالها فهاد الاستمارة هي كباقي الاستمارات كندخلوا المعلومات المطلوبة منها فمثلا كنملؤوا الاسم الكامل تاريخ الزدياد الجنس وهنا كنكتبو العنوان اللي يبغينا عند ميكروسوفت ثم كنختاروا كلمة المرور اللي لازم تكون كتوفر على تماني رموز على الأقل ما بين أحرف وأعداد بعد إتمام إدخال باقي المعلومات كندخلوا على الزر Jacksept وهكذا كنكونوا حلينا حساب عند ميكروسوفت من بعد ما حلينا الحساب ديالنا عند ميكروسوفت نرجعوا لصفحة الاستقبال وندخلوا بالحساب اللي حلينا من جهتي غنستعمل لأدغاث Elite, School, Arobas, Outlook.com واللي حلينا بنفس الخطوات اللي قمنا بها جميع ندخلوا كذلك كلمة المرور ومن بعد ندخلوا على سو كونكتي بعد لحظات صفحة الاستقبال Outlook هي هادي في هاد صفحة الفوق على ليسر عندنا هاد السهم الصغير اللي بالضغط عليه كيعرض لنا هاد الخدمات الأربع اللي متوفرين حاليا في الحساب ديالنا Email, Contact, Calendrier, SkyDrive بعد الضغط على SkyDrive كنمشي مباشرة لهاد الموقع اللي فيه ثلاث ملفات فرغة Document, Image, Public فمثلاً ملف المستندات تيمكننا نحطو فيه مستندات Word, Excel, PowerPoint او لأي مستند آخر وفي ملف الصور يمكننا نحطو فيه صور او مقاطع فيديو وفي الملف العام يمكننا نحطو فيه الملفات او المعلومات اللي بغينا نشاركوه مع اشخاص خرين هنا على اليمن عندنا هاد المفاتيح اللي تساعدو نفتحكم في طريقة العرض فالمفتاح الأول تيمكننا نشوف الملفات ديالنا على شكل List والمفتاح الثاني تيمكننا نشوف الملفات ديالنا على شكل Miniature والمفتاح الأخير Official Void Navigation اللي فيه جميع المعلومات اللي كتهم الملف ديالنا طبعاً نقدر نزيدو العدد لكي نسبنا من الملفات باستعمال هاد الرمز كخيه اذا نعدنا هاد الحيز لتخزين ديال 6 جيجا بالمجان وبغينا نستعمله فما هي الطريقة اللي غنستعمله باش نسجلو ملفات ومستندات في الحساب ديالنا الإجابة غنتعرف على فشارية المقبل اشتركوا في القناة